وفي أول تعليق له عقب استهداف القوات الروسية لمفاعل زبروجيا السحذر الرئيس والأوكراني ذاكرة ما حدث في مفاعل شرنوبيل ومدى حجم الكارثة التي حصلت أنذاك مطالباً المجتمع الدولي بالرد على استهداف أكبر محطة نووية في أوروبا ناردي الأخبار، ناردي الخارج، نحمي نوتيجة إيسرى إسرى أمورياية إسرى أعوريا، إسرى أموريا رسيليا أvernائية الحرب النهائية الفنسانية أكبر أبطة الفنسانية في أوروبا بواجهة أحد كانت كحن أعجم من المتخلصة خلق التنفيذ الشرنسيين لذابتناهون بريمًا وضعًا في سطنة هذا ترور نباشينا في الوقتنا 15 أطميه وعلى وعلى رسيسيكي وضعًا 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 عن تشارنبيل عن تشارنبيل عن تشارنبيل روسياني أريد أن أعطيسك كيف هذا ببعض نجمع في 86 عام نجمع مع تشارنبيل تشارنبيل تريد ان اتبع رسلتنا القرغ في المقارنة الخزن، تريد انتبع الأبسكة من امرأة قطعة من أنخلات تغييره تريد انتباعه من المقارنة في حجزة البحيرة ما إذا كان يمكن أن تذكت؟ اذا كان لك نتمكن، لا يمكنك الاستطيع تريد أن تذك Laughing تحدي لي نستخدم وأن يجب أن تzeni يرون على الماراكة لا يريد على الأرض بلادارات العالم. والراداية لا تتعلم، بقى رسيا. والراداية لا تتعلم، بقى البعض بحسنه. تلك العالي يتعلق بشارات الرئيسية مع جمعات المباردية للغاية. لذاب فظهر مجرد جمعاتية. لقد رأسفت بشارات المباردية. ومن ثم نفسيين حقبات التحاد السوفيتين وما بعدها ورثت أكرانيا خمسة عشر مفاعليا نوويا بي قدرات انتفوق الحد لدنى لي صناع تسلاح نوويا بي حزب مزاعيم روسيا فكيف تطور البرنامج النووي الأوكراني منذ انهيار الاتحاد السوفيتي إلى الآن؟ قوة عسكرية تضم آلاف الرؤوس النووية الحربية ورثتها أوكرانيا من الاتحاد السوفيتي بوصفها ثاني أكبر جمهورياته حتى عام 1991 تاريخ إعلان استقلالها احتفظت كييف بثلث ترسانتها العسكرية حتى 1993 والتي وصلت إلى نحو 1800 رأس نووي حربي وهي ثالث أكبر ترسانة في العالم في ذلك الوقت لكن تلك الأسلحة كانت تحت سيطرة رابطة الدول المستقلة في الخامس من ديسمبر عام 1994 وقعت أوكرانيا على معاهدة بودابيست وتخلت عن مخالبها النووية مقابل التزام الدول الأعضاء بضمنهم روسيا باحترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وحدودها بعد عام 1995 تحولت مفاعلات أوكرانيا النووية البالغ عددها 15 مفاعلا نوويا إلى مفاعلات للأغراض السلمية وتزعم روسيا الدولة التي قامت بتطوير تلك المفاعلات أنها تمتلك إمكانات أكبر بكثير من الحد الأدنى المطلوب لصناعة أسلحة النووية جمر امتلاك أوكرانيا للسلاح النووي لم ينطفئ عام 2014 وبعد احتلال روسيا للقرم تصاعدت المطالف البرلمان الأوكراني باستعادة قوة أوكرانيا النووية وصرح المسؤولون الأوكرانيون بأن روسيا انتهكت معاهدة بودابست وما كانت لتحتل أجزاء من أراضيهم لو احتفظوا بقوتهم النووية قبل غزو أراضيه بأيام وفي العشرين من فبراير العام الجاري صرح الرئيس الأوكراني في مؤتمر ميونخ للأمن بأن بلاده قد تعيد النظر في التخلي عن أسلحتها النووية إن اخترقت روسيا معاهدة بودابست بعد أربعة أيام من تصريح زيليانسكي نفذت روسيا تدخلا عسكريا زعمت أن أحد أهدافه تدمير البنية التحتية النووية الأوكرانية رغم تراجع زيليانسكي عن تصريحاته وإعلان التزامه بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية اشتركوا في القناة